أنه طالما عم بيقول الحاكم هو اللي عم بيقول من سنة وسنتين من ثلاثة من أول ما بلش الملف أنه أنا في حملة سياسية وإعلمية علي وأنا ضمير مرتاح مش هيداً عم بيقوله الحاكم يلي عم يعتبر أنه في حملة سياسية انتقائية عليه بلبنان وضميره مرتاح ليه ما بديو يروح على القضاء خاصة إذا هالكضاء كان القضاء الأجنبي يلي ما عنده طبعاً المعطيات أو خليني أقول إذا بدنا نعتبر أنه هون فيه انتقائية الشغلة الثانية ليش الاستفزاز يلي صار بهاي الطريقة يعني اليوم مين بيقدر يصدق بالشعب اللبناني أو برا أنه ممكن حاكم مصر في مركز ببلد معروف ما كان إقامته بعده موجود بمركزه عنده مواكبة أمنية طويلة عريضة ما منقدر نعصر عليه يعني هيدا صارت مهزلة والقضاء يلي القضاء اللبناني وأنا عندي خجل هون أنه القضاء اللبناني كمين دفع هيدا الثمن وبالتالي القاضية الفرنسية أي قاضية أنا ما مني هون تأيم شو القراراتي اللي أخدتها ولا عندي اطلاع على معطيات ملفة ولكن القاضية شو بتشوف هون عم بتشوف بالك العقلك فعلاً أنه صار فيه تعسر عن التبليغ أنه شخص بالصدفة هيك ملقوه عم نبلغ شخص عادي لا نحنا مش عم نبلغ شخص عادي القضاء اللبناني كان عم بيبلغ شخص هو حاكم المصر في المركزه وبالتالي أنا شبه متأكدة أنه هي اعتبرت هيدا الموضوع تهرب من التبليغ لبل احتيال وهالشي كمان استفزاز وعندها خليني أقول مارش دابريسياشون تقدر تأيم هيدا الوضع والدليل بإصدار مذكرة التوقيف الغيابية لأنه هيدا تصنيفها المزبوط هي مذكرة توقيف فرنسية غيابية صدرت بغيابه عممت بعدين يعني أصبح الدولية بتعميمها عبر الأنتربل تريد إحضاره في 16 أيار الجلسة أمامها في مكتبة في باريس لتبليغه الاتهام أو لتبليغه الادعاء لا مش اتهم هيدا نحنا هن بالبروزيديور عندون نحنا المفهوم منو بزبد نفسي شيء unais en examen سميه unais en examen لأنه هو هلأ مشتبه فيه يعني وتقاضي فرنسي بصدر مذكرة التوقيف الغيابية يعني في أدلة أو شبهات مكنعة وجدية بسموههم En dis grave concordants يلي هي تقريبا إذا بدك شبيهة بوضع المدة عليه بالأنون اللبناني لأنه كل بلد عنده ترمينولوجية تبعيته مثلا بالملف السويسري حاكم مصر في المركز الستاتيو طبعه بريفنو ما أنه شاهد هو بريفنو كانت وقتا وسط بتذكر الملف على وزارة العدل لهالسبب يلي صار اليوم هي أكيد القضاء الفرنسي بجي يكفي بإجراءاته إذا حضر بيتوقف وممكن بعدين يصير فيه تخليط سبيل ويكفي بالملف وإذا لم يحضر رح يكفي الملف غيابيا ربما إذا شاهدت أنه الملف بيستوجب أنه يصير فيه حالة رح تحول بيصير فيه decision de renvoie للمحكم المختصة حسب تصنيف وتوصيف الأفعيل هذا اللي بده يصير بكل بساطة الملف بده يكفي طبعا أوكي اليوم على حاكم مصر في لبنان ماذا يجب أن يفعل أول شيء قضائيا بالنسبة للقضاء الفرنسي اليوم إيل أنا سأطعن وسأستأنف قرار التوقيف حقه حقه يطعن بأي قرار أنا عم بقول اليوم هو منه شخص عادي هو عم بمثل اليوم وظيفة عامة لبنانية عم بي عنده مركز عنده تداعيات يعني بالإضافة إلى التداعيات الشخصية القانونية اللي بتتعلق بشخصه فيه تداعيات على الوضع العام وهيدا مش من هلأ مبلشة سمعت أنه مثل بالإعلام أنه نصحه أو طلبه منه أنه ما يروح مين ما بعرف بس بأي حال يلي عم يعطيها النصيحة ما عم يعطيه تيحمي لقله عم يعطيه تيحمي حاله يعني أي شخص أي مسؤول سياسي ممكن يكون قاله لحاكم المصر في المركز ما تروح وتيحمي حاله وقت يكون فيه شبهات بكذا بلد عليك وقت تكون النياب العام ببلدك ادعت عليك ادعاء القاضي حموش اليوم وقبل النياب العام التمييزي طلب تجميد أموالك بعد فيك تقوم بمهامك وتيكون هالجرائم اللي منسوبة لقلك مع حفظ أكيد كارينة البراءة أنا قانونية وما بسمح لحالي روح أبعد من هيك فيك بعد تمارس مهامك وتيكونه مهامك بصلب هيدا الوظيفة أنت اليوم مش عم بيصير فيه ادعاء عليك بموضوع ما بعرف يعني حاد السار أو أي بجرائم خطيرة عم نحكي تبييد أموال عم نحكي إسراء غير مشروع عم نحكي تزوير واستعمال مزور إلى ما هنالك طب هيدول كيف بدي يكون واحد عم يعطي السقة طبما الأشخاص يلي كانوا عم بيدافعوا عن حاكم المصر في المركز شو كانوا عم بيقولوا عم بيقولوا لازم يبقى بمركزه ولازم ينمدد له وحتى انطرح كي يجو كمان رئيس جمهورية شو كانوا عم بيقولوا لأنه تجاه المجتمع الدولي هيدا عامل سقة ومهمه بيقدر يرجع السقة صدرت مذكرة توقيف تعممت على الانتفاض واليان يعني عندك كذا ما بعرف قده 190-190-190 بلد بالعالم ما بيقدر هو يدخلون كيف بدي يمارس مهمه ما فيه job description يعني خدع بشكل بسيط إذا مؤسسة صغيرة الأمين السندوق بالمؤسسة فيه شبهة سرق عليه بتتركه بينما تكون عملت التحيي طبعا لا لماذا السلطة السياسية لا تريد إقالة أو دفع رياض سليمي إلى الاستقالة هلأ هو مفروض يستقيل منه واحد مفروض يستقيل أنا مرح استقيل حتى نهاية ولايتي باقي بمركزي حتى نهاية ولايتي أنا بالنسبة للموضوع كتير واضح ومنه موضوع مستجد ولا بيتعلق بالحاكم بحد ذاته أنا طلبته عم بقلك موسق من الـ 2021 طلبت اجتماع مجلس وزراء بالظل الحكومة مستقيلة كنا مستقيلين نحن بعد انفجار المرفق طبعا استقلت الحكومة اعتبرت أنه فيه حالة حاجة وضرورة لأنه كنت شايفة لوين رايحين وطلبت رسميا أنه يجتمع مجلس الوزراء ويبت بهيدا الموضوع بعد ما كنت وصل لهون وما طلبت هالشي أول ما وصل ملفوري لأنه ملفوري إجا من السويسرا طبعا إجا على وزارة العدل وحولته للنيابة العامة التميزية مثل العادة مثل ما بيصير بكل طلبات المساعدة الكضائية بس وقتها شفت أنه الإجراءات عم تتقدم وقتها شفت أنه نيابة العامة ببلدة هي عم تطلب تجميد أموال وطلع هالموضوع بالعلن لكن بنبقى نحن عم نتفرج لا نحن عنا مسئولية في نهار نحن بده يرجع لنا التاريخ كل واحد وواحد شو عمل لهالسبب أصريت بهيدا المطالبة وأصريت أنه اطلع الإعلام بكل هالملفات وحدد الموقف اليوم نفس الشي منرجع على نفس الموضوع الحاكم مفروض يستقيل هو منه واحده مفروض يستقيل إذا ما استقيل أنا موقف كتير واضح أنا لو كنت اليوم جزء من الحكومة اللبنانية بيخد نفس الموقف تستطيع اليوم حكومة تصريف أعمال إقالة رياض سلمة وتعيين شخصية أخرى أو شو الإجراء المقابل اليوم إذا بدك تجد تأخذ موضوع تصريف الأعمال ما يثمى بالمعنى الدي أنا بالنسبة لإليه شو المعيار اليوم تالحكومة تقدر تأخذ أراراتها المعيار هو الحاجة والضرورة والمصلحة العامة واستمرارية المرفأ العام هيدا اللي بيخليك أنت تقيس الموضوع بعدين أنت ما تنسى أنت بحكومات تصريف أعمال مش على جمعة وجمعتين وتلاتة كمان الوقت بيلعب دوره ومنك بوضع عادي أنت بوضع بلد منهار منهوب مفلس شبابك عم بهاجر لكن منقعد ونتفرج ومنقول ما فينا نعمل شي ومنترك الموضوع يبقى بعضنا نفس الشي لعبة الإنكار ولعبة الوقت يلي عم نلعبه نحنا نفكر عم نربح وقتين عم نخسر وقت خسرنا كتير بالتالي أنا بعتبر اليوم أنه الحكومة اللبنانية إذا حاكم المصرف المركزي ما استقيل هو وعن برجع وكرر ما إلا علاقة بشخصه إلا علاقة بالموقع جاب ديسكريبشن شو بدت عمي أنا بلاقي لازم تقيل لكن ما بعد اليوم شو رح يصير هيدا مرتبط بالجواب على السؤال اللي قبله ومنطالب الاستيكالي أو بالإيكالي ليش مش من وراء موضوع شخصي من وراء خطأ لأنه في صالح العام يعني عندك المصالح الشخصية والسياسية وفي صالح العام ديفوت هو نتيجة الأزمة منه سبب الأزمة وكل الكذب اللي عم يطلع اليوم الكتاب يلي بعته بتحديدا حاكم المصرف المركزي للنايب العام التمييزي تيقول أنه أسباب الأزمة أنا عندي نسخة عن هيدا الكتاب ومسجل عكل حال بالأمينة العام ببالالفين ووحتة وعشرين بيقول فيه عن أسباب الأزمة هي ثلاثة أول شي ديفوت أولا لحلك ليش خطأ تاني شي موضوع أنه هالضج سميها بالكتاب الضجة الإعلمية اللي عم تنعمل الضجة القضائية اللي عم تنعمل حول الملفات لأنه كان بلشت وقتها الملفات بأوروبا طلعت وثلاثة وكان فيه بعد موضوع ثالث هالشي عم بي زعزع العلاقة مع الكوررسبوندينج بانكس والهيد وجهوا للنايب العام التمييزي وبالوقت تعطيك معلومة وجهوا للنايب العام التمييزي يلي وجهوا للرئيس الديب بواسطة وزارة العدل بيرجع الرئيس الديب بيبعث كتاب تا يرجع للنايب العام التمييزي تا يتصرف ويشوف شو بين عمل أنا بكل احترام طبعا قلت له نظرا لمضمون الكتاب برجع بعد الكونية لأنه أنا ما بلاقي فيه صلاحية للكضاء اللبناني يجي شو مطلوب يعني كان مطلوب من وزارة العدل أو من مدة عام التمييز يوقف لكن كل شي إذا فيه مصار كدائم يوقفه تمنزعزع السقه شو بيزعزع السقه